تعكف الجهات والمؤسسات الدولة المشغلة لمطار الكويت الدولي بالتعاون مع شركات الطيران على تسهيل وتذليل كل العقبات للمسافرين خلال رحلات السفر في موسم الصيف هذا العام حيث يتم وضع خطط يتم العمل بها والتنزيق فيها فيما بينهم حتى تكون عملية المغادرة والوصول للمسافرين سهلة وميسر عليهم تعتبر الإدارة العامة للطيران المدني هي الجهة المنظمة لكافة العمليات التي تجري في مطار الكويت الدولي لذلك تقوم مع الجهات الأخرى المشغلة للمطار على مراقبة وتنظيم حركة الطيران خلال موسم السفر في صيف 2024 الإدارة العامة للطيران المدني وضعت خطة تشغيلية من بداية موسم الصيف في جميع مباني الركاب تتناقم مع الجداول والحصة الزمنية في إغلاع والوصول لجميع مباني الركاب التزام بجميع الشروط والأحكام من إدارة وعناصر الجولة لذلك في خطة تشغيلية كاملة لتتلافى جميع المشاكل وتقديم كافة التسليلات لجميع مباني الركاب خطة متكاملة تعمل عليها أيضا شركات الطيران لتسهيل عملية الذهاب وعودة المسافرين وتقديم أفضل الخدمات وسبل الراحة والرفاهية لعملائها تمتلك خطة جوية الكويتية اليوم أحد الثلاثة أساطير الموجودة في العالم منها طائرات عريضة البدن ومنها طائرات صغيرة طائرات عريضة البدن مثل تريبل سفن البوينج تريبل سفن والأيربوس لثري ثيرتي نيو وطائرات صغيرة البدن هي ثري توينتي نيو طائرات هذه مجهزة بأحدث أنواع الكراسي أحدث أنواع أنظمة الترفيه ومسائل الراحة بالإضافة إلى خدمة الإنترنت والخدمات الموجودة في أنظمة الترفيه من الأفلام المسلسلات طبعاً كلها الحديثة والكويتية حريصة على أنها تجدد هذه الأفلام طبعاً لراحة الراكب ورفاهيتها في خطوة جوية الكويتية تشغيل مطار الكويت الدولي يعتبر من أقوى التشغيلات في العالم حيث تزايدت حركة النقل الجوي وتم استقطاب المئات من شركات الطيران نواف الشراكي تلفزون دولة الكويت